موسيقى ازايكم؟ في رحلة البحث عن اللابتوب المثالي للكونتنت كرييترز او صناع المحتوى غالبا من لاينا نفسنا محاصرين في الحتة بتاعة اجهزة الجيمي ده ببساطة لانها بتقدم اداء عالي تقدر تخليني اعمل ادتينج على الصور او اعمل منتاج لفيديوهات وفي نفس الوقت بتبقى بودجت فرندلي او ما بتعوركش كتير اوي في الفلوس انا بقى 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 لي فترة بجرب لابتوب جديد من اسس وهو لابتوب موجه اصلا للكرييترز او صناع المحتوى وكل تفصيلة في الجهاز ده بتخدم الحتة دي دعيني اكلمكم شوية عن الجهاز ده وهو الفيفو بوك برو 16x دعيني اتكلم على الديزاين ولأول واهلة كده ونتبص على الجهاز تحس ان انت بات ماني خلص كل حاجة اسود في اسود كده الشاسية بتاعه متل في نفس الوقت المتل ده لونه اسود في نفس الوقت اللوجو معمول بالاسود وكمان الكلام والهاشتاجز اللي مكتوبة جنب اللوجو مكتوبة بلون اسود فيعني حاجة دارك خالص كمان الجهاز ده بيجي باللون الابيض انا مش فتوش على الحقيقة بصراحة اللون الابيض ولكن اللون الاسود شيء جدا ولو انت اتفرجت على فيديوهات قبل كده ليا وانا بعمل ريفيوز للابتوب هتبقى انت عارف ان انا بفضل جدا الشكل الكلين لوك ده اللي هو مفوش البهراجة بقى بتاعة الاجهزة بتاعة الجيمينج والارجي بي والكلام ده فبالنسبالي الشكل مميز جدا طبعا من اسم الجهاز حجم الشاشة الموجودة في الجهاز ده 16 انش فاللابتوب حجمه مش صغير لو انت من الناس اللي بتتنقل كتير والوزن بتاعه تقريبا اقل من 2 كيلو بحاجة بسيطة كيلو 950 جرام فلو انت من الناس اللي بتفضل انها تفرج كتير وتتحرك وتاخد معها اللابتوب في كل مكان اعتقد ان الابشن الاصغر منه شوية اللي هو 14 انش هيكون مناسب ليك اكتر الجهاز بيجيب تشكيلة كويسة جدا من البورس عندك يو اس بي تايب سي تاندر بولت فور عندك يو اس بي اي 3.2 عندك اثنين يو اس بي 2.0 اتش دي ام اي ومايكرو اس دي ريدر بس انا كنت افضل جدا ان الريدر اللي بيبقى موجود في الجهاز بتاع الكرييتر يكون فول سايز اس دي كارد مش المايكرو اس دي لان معظمنا بيستخدم في الكاميرات بتاعته السايز الكامل بتاع الاس دي كارد نيجي بقى للهايلايت بتاع الجهاز ده وهي السكرين زي ما قلتلكو السكرين حجمها 16 انش ولكن المميز جدا في السكرين دي انها اولد ولو انت مش عارف يعني ايه شاشة اولد فدي تقريبا اعلى شاشة بتديك دقة في الالوان نظرا لانها بتعرض اللون الاسود وانت ممكن تستغرب من فكرة ان اللون الاسود ده حاجة صعبة في الاجهزة ولكن مفيش غير البانيل بتاعت الالد دي اللي بتقدر تعرض حاجة اسمها ترو بلاك اللون الحقيقي لللون الاسود معظم الاجهزة التانية اللي ما بيبقاش فيها اولد بتعرض لك اللون الاسود على شكل درجة غمقى جدا من الجري وده طبعا بيأثر على دقة الالوان وبيخليك حتى تجربة مشاهدة حاجة فيها الوان غمقى او فيها لون اسود ما بتحسش انها حقيقية قوي بتحس ان دايما في حاجة منورة وراء اللون الاسود ده طبعا الكلام ده كله مش موجود في الجهاز ده الشاشة الدقة بتاعتها ممتازة نظرا لانها 4K ريزولوشان بتاعها 4K وكمان الدقة بتاعت الالوان بتوصل لمية في المية XRGB وتسعين في المية Adobe RGB والارقام ده ممتازة لأي حد بيعتمد على الالوان في الشغل بتاعته سواء بيعمل color grading لفيديو او بيعمل editing للصور هتبقى متأكد جدا بسرتيفكيشن بشهادة معتمدة ان السكرين بتاعتك ده مظبوطة وبتاخد منها اعلى دقة للالوان ده غير السطوع الممتاز للشاشة دي اللي بيوصل ل 550 نتس ده بيسهل عليك جدا لو انت تستخدم اللاب توب ده او الدور في مكان في ضاقة او حاجة هتبقى انت شايف في الشاشة بوضوح كويس استكمالا بقى الحاجات اللي عجبتني في الديزاين فمن اكتر الحاجات اللي عجبتني في الديزاين في اللاب توب ده هو الكيبورد مش عارف انت ممكن تحس ان حاجة غريبة ان الديزاين يعجبني ولكن الزراير جاية بلون اسود ولون جري غامق كده اللونين دول مع بعض شكلوم حلو جدا ومن اكتر الحاجات التي اشدتني في الكيبورد ممكن تحس انها شيء اتفها جدا ولكن الزرور بتاع الاسكيب لونه مختلف لونه ناري شكله حلو جدا لو احد بيحكييلي عن اللاب توب هيحس ان هو شكله مش هيبق حلو ان فيه ضرور لواحد ولونه مختلف لكن عجبني جدا شكله في اللاب توب ده معرفش لياه بس بقى من الحاجات اللي ما عجبتنيش فيه الكيبورد هو ان فيها Numbers Pad يعني بحس ان Numbers Pad مهمة للناس اللي عايزة لابتوب بقى علشان بتعمل عليه حسابات كتير او حاجة زي كده او الجيمرز اللي بيستخدموا ال Numbers Pad دي في ان هم يعملوا اختصارات ليهم و هم بيلعبوا ولكن في لابتوب للكرياترز بحس ان انا محتاج الكيبورد العادي مش الفول سايز ولان انا بلاقي نفسي كتير وانا بكتب على اللابتوب او بستخدم الاختصارات بتاعتي اما ادوس انتر ممكن ادوس على الارقام ولكن ده اختياري الشخصي انا بحب اللابتوب بتاعي يبقى كده بس لو انت بتحب Numbers Pad فهي موجودة في الجهاز ده بعد كده عندك الزرار بتاع الباور اللي موجود في الكيبورد هو هو الفينجر برينت وما كنتش شايف الاول ان هو فيه فينجر برينت نظرا لان الزرار شكله عادي جدا بس ده عجبني لان الزرار بتاع الباور وانت بتدوس عليه هتبقى انت بتعمل لوج ان على الاكاونت بتاعك على طولها اللابتوب فبقى الموضوع سريع جدا الحواف اللي حواليني الشاشة معقولة جدا بتديك 86% screen to body ratio والبيزل اللي موجودة في الشاشة اللي فوق فيها الويب كام بتاعتك وعجبني جدا انها فيها physical guard تقدر ان انت تقفلوا بايدك وده بيديك امان اكتر ضد التجسس والحاجات ده طيب خلينا نتكلم شوية على البرفورمانس في الجهاز ده والجهاز بيجي اكويبت بشوية حاجات كده بتخلي تجربة الاستخدام بتاعته مميزة فعلا المعالج اللي موجود في النسخة اللي معي هو الريزن 7 5800H اللي بيوصل لحد 4.4 جيجا هيرتز كارت شاشة RTX 3050 16 جيجا بايت رام 1 تيرا بايت اس اس دي وسيبك بقى من المسميات والارقام والحاجات دي الجهاز ادائه مميز جدا في الحتة بتاعت انتاج المحتوى استخدمته على فوتشوب ما كانش هفيه عندي اي مشكلة استخدمته على لاتروم نفس الكلام وكمان في الحتة بتاعت الفيديو ادتنج لما استخدمته على بريميير وانا بعمل منتاج لفيديوهات 4K مواجهتش فيه اي مشكلة والاهم بقى من الاداية اللي انا قلتلك عليه ده ان انا مواجهتش اي مشكلة في الوفرهيتنج او ان هو يسخن بقى والحاجات دي وبمناسبة بقى الكلام على الحاجات اللي بتاعجبني في اس اس فالجهاز ده فيه حاجة مختلفة في التوتش باد اول مرة اشوفها في لابتوب سواء الكرييترز او لغيره وبصراحة انا شايف ان هي حاجة انوفيتف ومبتكرة جدا وهو ان التوتش باد بتاعتك بخلاف طبعا ان هي سريعة وبرضو وما فيهاش اي مشكلة وحجمها كبير تقدر ان انت تستخدمها بشكل عادي جدا الا ان انت في عندك اختصار لما بتشغله كده بيشغلك حاجة اسمها دايل باد دي تقدر ان انت تبرمجها في ان انت تستخدمها في ان انت تعلي حاجة او تقللها تعلي الفاليو بتاعتها او ان انت تقللها او ان انت تقلل في التايم لاين او ان انت تعمل حاجة تساعدك في عمليتي الانتاجية بتاعتك في العادي لما انت تستخدم دايل باد دي من غير ما تستخدم برنامج مختلف وانت على الداسك توب كده بتقدر ان انت تغير البرائتنس بتاعت السكرين او ان انت تعلي الصوت منها او ان انت تقلل ولكن لو انت دخلت بقى على الابليكيشن بتاع اساس لاو برو و ارت ده تقدر ان انت تبرمج الدايل باد دي لحاجات معينة انت بتستخدمها في عملية الانتاج بتاعتك ده زي مثلا لو انا استخدمتها على فوتشوب ممكن ان انا اغير بيها البروش فمحتاج ان انا استخدم الاختصارات بتاعة الفوتشوب او ان انا اغير الهاردنس بتاعة البروش او ان انا انقل ما بين التولز او لو انا باستخدمها على بريمير اتحرك في التايم لاين بتاعي في احتمالات اندلس تقدر ان انت تضيف برامج وتحط فيها الاختصار اللي انت عايزه تعمله بالديل باد وكمان تتحكم في السنستيفيتي بتاعتها وانا شايف ان دي حاجة مبتكرة جدا وهتخلي الناس وهي بتشتغل على برامج زي الفوتشوب لا هتسهل عليك جدا ان انا اقلب ما بين البروش او ان انا اغير الهاردنس او ان انا اغير السايز بسهولة جدا وطبعا بالسبكس اللي انا قلتلك عليها دي تقدر ان انت تستخدم اللابتوب في الجيمينج انا بالنسبالي جربت عليه كاونتر سترايك ما اعتقدش ان اللابتوب ده هيسد في الالعاب الضخمة بقى لو انت عايز تلعبها على اعلى جرافيكس ما اعتقدش ان هو هيبقى مناسب كده ان هو مش موجه للجيميرز ولكن في لعبة زي كاونتر سترايك كان شغال تمام جدا مفيش ولا اي فريم وقع ولا اي مشكلة تالت اعظم حاجة بقى في اللابتوب ده بعد السكرين وبعد الديل باد اللي انا حكيت لك عليها دي هي البطارية البطارية اللي بتيجي في الجهاز ده ضخمة جدا 96 وات اور ولكن المانجمنت بتاعت البطارية في الجهاز ده ممتازة لو انت بتشتغل شغل بسيطة على اللابتوب ده فانت تقريبا ممكن تاخد يوم كامل من التصفح بقى وانت تقعد تكتب بريزنتيشنز تكتب حاجة تبعت ايميلات مفيش اي مشكلة وكمان لو انت قاعد تعمل منتاج او حاجة زي كده ممكن تاخد تلات اربع ساعات مستريح جدا من البطارية دي فبالنسبالي البطارية هنا ممتازة كمان من الحاجات اللي انا ما باستخدمهاش قوي في اللابتوب ولكن ممكن تكون فرقة مع ناس بتستخدم اللابتوب في الانلاين ميتنجز والحاجات دي المايقات اللي موجودة في الجهاز خطيرة جدا وفكرة النيوز كانسليشن ان انت لو قاعد في مكان في دوشة بيعزل صوتك تماما تقريبا عن الباكجراوند فبيسهل على الناس اللي بتشتغل من البيت او محتاجة ان تستخدم اللابتوب ده في الانلاين ميتنجز كتير هيتكون الميزة دي هايلة جدا اما بالنسبة للسبيكرز اللي في الجهاز ده فهي بتيجي من هارمون كاردون وشوفنا التعاون ده قبل كده في الاجهزة اللي عملت لها ريفيو قبل كده من اسس السوت اللي بيطلع من السماعات معقول جدا والاداء بتاعها اوفرقول اقدر ان انا اقول ان هو متوسط واخيرا بالنسبة لسعر الجهاز ده فهو 26000 جنيه او اقل بحاجة بسيطة وانا شايف ان التسعير ده كويس جدا نظرا للمميزات او الموصفات اللي بيقدمها الجهاز ده بس كالعادة كل مرة بعمل ريفيو للابتوب من اسس لازم اقولك في الاخر ان السعر ده كمان بتاخد بيه حاجة اسمها بيرفكت وارنتي لمدة سنتين البيرفكت وارنتي ده ان الجهاز بتاعك لو حصل فيه مشكلة من سوء الاستخدام برضو اسس بتقدر انها تغيرهولك زي ان مثلا حاجة تدلق على اللابتوب او ان السكرين تتكسر او حاجة زي كده ضمان بتاع اسس بيغطي الدامج اللي بيحصل منك اللي تقريبا مفيش ولا شركة في العالم بتقدمه غير اسس ومشفتوش مع اي شركة تانية اللي هو اغلط انت وكسر واحنا هنجبس وراك عادي الخلاصة التجربة بتاعتي للابتوب ده كانت تجربة مميزة انا حبيت الجهاز ده وفكرة انه هو موجه للكريترز وانه بيعمل تشاك على حاجات كتير من الحاجات اللي انا بحتاجها في الشغل بتاعي كمان الانوفيشن بتاع اسس انها تحط لك شاشة اوليد بالاكيروسي دي في جهاز بالسعر ده وفي نفس الوقت كمان تديك الفكرة بتاعت الديل باد وتسهل عليك الشغل بتاعك في حاجات معظم الشركات التانية ما بتفكرش فيها انا شايف ان دي حاجة مميزة جدا وبتحط الجهاز ده في اعلى المنافسين في الفئة دي بس اكد وكال عادة لو انت بتفرج على الفيديو ده على يوتيوب متشاش تعمل سبسكرايب لو بتفرج عليها على فيسبوك كاريت تعملي فلوش وتوصلك الفيديوز الجديدة استنوني فيديوهات تاني